مرحبا فيكم حبايب الدلويين وان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب ويكون شهر حلو وإيجابي على الجميع. طاطة كيف حتكون? حتكون نوعا ما مسيطر على شكله انت بالماضي ما كنت مسيطر عليها. شايف بإيدك اللي هو الحظ. الحظ فيه رح يكون بين ايديك او رح يكون موجود عندك بالفترة الجاي انت رح تستغرب انه هو موجود. في رب تكون قراءة حلوة لانه معظم الابراج طلعت عندي شوي سلبية فخايف الناس تزعل مني. خلينا نشوف بشكل عام ازان لبرج. البلو. ان شاء الله فطلع يا رب قراءة ايجابية. رح افتح اول شي بشكل عام. بعدان شوي نشوف العاطفة هيك نظرة. خاطفة. احنا مفاتحين على قراءة عامة. الطرف الثالث ليش بيبينه? انا مش فاهمة. شفاهمة ليش بينط عندي انا الطرف الثالث بظل ينط عندي. الحمد لله لحد الان الورق حلو يا رب اخر ورقتين يكونوا حلوين. يطلع قراءة من القراءات حلوة. هو. لا حلو الحمد لله يعني برج الدلو ان شاء الله الفترة الجاي ما رح تكون زي الفترة الماضية. اه رح تحارب تكافح تحاول تدافع عن حالك اما في محكمة اما في جمعة اما في العمل. لكن رح يكون معاك اللي هو الدليل. رح يكون معاك السلاح المناسب لانك اه تعمل هذا الاشي لانك يعني رح تظهر الحقيقة رح تاخد حقك رح اه المهم انك رح تكافح في هذا الموضوع. ما رح يجيك على على الجاهز ولكن رح تربحه. رح تكون ربحان لمدة طويلة زي ما احنا شايفين هون الشكل. اه فشايف انه في نتيجة هذا الشي رح يكون فيه ترقية لما يكتشف مثلا المدير او اللي عندك في العمل او او او. اه لما يكتشف جدارتك او حتى لو ما كنت تشتغل رح تثبت جدارتك ويصير في عندك دخل ازا ما كان عندك دخل من الاول او انه ترقية ازا كان عندك شغل. فرح يكون نتيجة اه انه هذا الموضوع رح يكون نتيجته انه زيادة في الدخل. شوف هون العلاقة الثلاثية. شايف في عندك اه ممكن يكون موجود علاقة ثلاثية وانت شاكك في العلاقة الثلاثية. اه ولكن انت بنفس الوقت اه قادر انك تروض الحبيب. قادر انك تروض اي حدا يا برج الدلو. برج الدلو مقنع جدا. يعني بتقدر تروض اي شخص. فبنات برج الدلو يعني بتخيل ما فيشي صعب عليهم خاصة في العلاقات العاطفية. بقدروا يروضوا الطرف الثاني زي ما بدهم. ولكن يمكن يكون الحظ احيانا مش معاهم فمش عارفة. بس اه هون بيطلع لي القوة بيطلع لي انه يعني شخص يعني عادي جدا عنده انه يتحدى ويغامر عنده روح المغامرة. فعم بشوفك بنفس الوقت عم بتحارب الطرف الثالث. ما عم تترك له الساحة يعني انه فيه انتصار عليه. ما عم تترك له الساحة. عم بتحاول انه تكون العلاقة يعني مستمرة دائمة. وهون انا شايفة نهاية رقم خمسة. نهاية للطرف الثالث. مهما كانوا الطرف الثالث هذا حبايبي يعني مش بس هو طرف ثالث خيانة او شخص ثالث داخل على علاقة. ممكن يكون اي عائق في العلاقة العاطفية. وحتى مش بالعلاقات العاطفية. ممكن بالعمل اه عائق يكون بالعمل بينك وبين مديرك بينك وبين شخص يكون فيه طرف ثالث فمش اه الطرف الثالث هو بس خيانة كمان ممكن يكون في اي مجال. هون شايفيتك عم بتحاول انك تستشفي وهون شايفة نتيجة الاستشفاء. رح يصير ان شاء الله في هاي الفترة يعني استشفاء تام من من اللي خلينا نقول من اي طاقة سلبية كنت تعاني منها. اه بكل اشكالها حسب سحر عين المبارس وهي بس اه بتعمل رقيهات بتعمل استشفاء. اه في منكم بروح يمكن عند معالج طاقة في منكم بيمارس يعني امور بتعمل على الاستشفاء وعن بيستمر عليها عم بيكون اه مكافح في هذا الموضوع. ما عم يمل ولا يكل يعني يظلوا يكرر هذا الموضوع. ذلك بشوف عندهم السبع اه انضاف يعني اه شخص لا يعني شخص اه عن جد عم بتشتغل على حاله هاي الفترة وعم بتجيب نتيجة. برج الدلو بشكل عام حبايبي هاي الفترة يعني على قد ما تشتغل انت اه على حالك على قد ما السنة الجاي خلينا نقول اه او الاشهر اللي بعدها رح تكون بخير. فكتير ركز على المدة الجاي. اه كيف رح يكون شكلها. نجي نأخذ هاي الكروت نفتح بشكل عام على العاطفة. هلأ ممكن اه نكون عم نقرأ قراءة عامة مش عاطفية يبين فيها شوية عاطفة. ممكن اساسا نتكون فاتح على العاطفة او قراءة عاطفية يبين عندك شوي اه امور تانية فانحاول نحكي عن كل الكروت مهما كانت لها علاقة في العاطفة او لا. لكن القراءة هي عاطفية. زي ما بتعرفوا دايما بعيدها انه القراءة العاطفية هاي قراءة عامة وممكن تكون عكسية فاكيد ما حتنطبق على الجميع. او يمكن طاقتك ما بتوصلني. فكتير في اسباب. هون بقولك انسى الماضي كتير كتير عم بتفكر باخطاء الماضية ما عم تنسى للشريك الاشياء اللي عملها والشريك ما عم ينسى الاشياء اللي انت عملتها ما في تسامح ما في اه في شايف شوي روح الانتقام بالموضوع اه ما عم تنسوا شوف حابة تكون كتير وحيد هاي الفترة عم حابة تكون وحيد لانه تعبت من كل شيء تعبت من مشاكل اللي في شغلك تعبت من اه كتير ازنات امور حتى بالعلاقة العاطفية عم بتكون في اللي هو تحديات او تشالينجز. ورجد له. اه شايفيتك اكتر اشي هون. عم تفوق لنفسك عم شوي شوي تهتم في حالك اكتر عم تعمل عم تهتم في في مظهرك كتير 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 هاي الفترة. فمش بس مظهرك. عم تحاول كمان تقعد مع حالك تتأنب حالك يمكن احيانا احيانا اه لا بالعكس. فعم تعد مع حالك كتير عم تتواصل مع روحك الداخلية عم بيكون عندك حدس اوي كتير هاي الفترة او حاسة سادسة. فا اه بشوفك هون حاصل على الخير يعني المطر خير في في الكرت عم بشوف الحبيب. عم بيجهز حاله. بعدين جاي وهو مسلم يعني شوف اه رافع الراي البيضة وجاي لعندك. فبدك تكون يعني مستقبل جيد لهذا الموضوع وما تكون آسي ما تكون اه خلينا نقول. اه. طف معا تكون شوي اكتر. اه هون شايفة في شايفة في عوائق كتير في علاقتكم العاطفية. اه يمكن تزداد بهاي الفترة ولكن على قد ما انتو اه تعبتو على قد ما حتلاقو. اه في نجاح لهاي العلاقة. مع انه ما في شي بالسابق اه بيدل على انه في يعني في خير جاي ولكن الخير جاي هون وهون. في خير كتير جاي. ممكن تتافر مع الحبيب او الحبيب مسافر او كل واحد في دولة. اه. او البعض عن بعض يعني عاطفيا مو شرط يعني في المكان. عم بتشك بالحبيب عم اه. لكن هذا شكك مش في محله. شايفك رح يعني رح توصل اوكي انت والحبيب ولكن يعني رح توصله لنقطة معينة رح تتكامل ورح اه تقربوا كتير مع بعض. ولكن هذا كل هذا بيحتاج جهد منك جهد منه. ازا ما صار هذا الجهد ما في فايدة. فا وشايفة هون كبرياء كبير من الطرفين يعني. الطرفين عم يتعالوا عن الموضوع انه كل واحد عم يترك الثاني اه لحتى انه يرجع. اكتر اشي شايفة الكبرياء انه هاي اللي مش هاي اللي متأكدة انها مش عكسية يعني اللي متأكدة منه انه برج الجدي هو اللي عنده الكبرياء الكبير هذا. فعم بيشوف حاله كتير هيكة انه لا هو مستحيل يرجع انه كزا. ولكن جوات قلبه بيموت بالحبيب. كتير كتير بيحبه. شايفة الناس المتزوجين ممكن يكون في عندهم سفر او هجرة. عم بيفكروا فيها الها فت اه لهم فترة طويلة. وان تكملتها دقهم. خلينا نشوف ازا فيه نصائح. لبرج الجديد. ممكن تكون من الكون ممكن من الملائكة يعني بقول لك غير نظامك اليومي. غير ممارساتك اليومية. قبل شوي قلت لك ممكن يكون في عندك ممكن يكون في عندك ادمان على موضوع معين. فهون عم بيقول لك فعلا انه زي ما قلنا. انه اه بداية جيدة لحتى انت تعمل تعمل مش عارفة اللي هو برنامج جديد لحياتك اليومية. تغير في حياتك اليومية. ما تضلك نفس الروتين. وللوقت نفس الروتين. بتاكل نفس الاكلة. بتروح بتعمل نفس الشي. ازا كنت مدخن عم بتدخن بكترة. عم بتروح في المواضيع. فبيقول لك لا. انه هيك وهيك. اه كمان برج الجدي ناجح جدا في العمل. فالعمل عم ياخد منه كتير تفكير وكتير اللي هو ما بيعرف يوازن كتير بين التفكير والعاطفة. او عنده مش عارفة العاطفة اهم من. انا بحكي عن الرجال من الجدي مش عن البنات. البنات طبعا لا عاطفيين كتير رومانسيين. اه عندهم انوثة يعني طاغية. ولكن انا بحكي عن الرجال من برج الجدي. عم بيكونوا كتير عم يهتموا في الشغل على حساب اه العاطفة او على حساب عيلتهم. بقول لك استمع باصغاء. يعني انت من الناس يمكن اللي بتطنش كتير بتسمع وبتطنش يعني ما بتستشير كتير بتعمل اللي براسها. بقول لك لا استشير اللي حواليك يعني اسمع. ممكن كمان يقول لك اسمع للطاقة الكونية. اه حاول تكون اكتر روحانية. وكأنك شخص نوعا ما يعني حاليا عم بتكون شوي بعيد. عن روحانيات. بقول لك زود هاي الروحانيات. شين. اه ظاهر انو فيه حدا من العائلة عندك. او انت شخصيا او الشريك. عمل شي يدعو لل. هي كلمة كبيرة بس انا يعني بترجمها حرفيا. اه للعار. او مش للعار يعني. ما بعرف. صارت فضيحة. صارت شي صار شي مؤلم يعني. صارت مشكلة وكبرت. اه فآآ بيقول لك انه راح تمشي. عديها. حاول تنسى. نشوف هاي الكروت ازان لبرج ادالو. برج ادالو بيقول لك اه في هذا الكرت انه الفترة الجاي راح تكون فيه وفرة كتير او راح يكون فيه حظ فاستغله لانه بعديها فيه فترة مش خاط يعني. بس بعديها فيه فترة يعني راح تحتاج فيها هذا المال راح تحتاج فيها هاي العاطفة. بقول لك عبي على قد ما تقدر هاي الفترة اشحم حالك على قد ما تقدر آآ آآ عندك وفرة مالية حاس يعني حاول انك تكسب آآ اكتر شي ممكن آآ آآ وكأنه فيه بعديها شوي آآ انزول في هذا الموضوع. ان شاء الله ما يكون فيه. بيحكي لك آآ آآ انت بامان مهما كانت الظروف حواليك انت آآ ما تخاف. مهما كانت التغيرات حواليك آآ على اي صعيد فانت ما تخاف انت فيه عناية الهية او انت بيقول لك فورق حلو الحمد الله رب العالمين اللي طلع فيه ورق حلو يعني ان شاء الله يا رب انه الاشياء الحلوة التير والاشياء اللي مش حلوة مع التفير. فحباي ببرج الدلو بشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر